احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة العالمين يا سيدنا محمد وعلى اهل وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا ثم اما بعد احبت بالله انما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد كلنا بفضل الله يسكن دورا نسكن بيوت البيوت تنقسم الى قسمين بيت تمليك وبيت مستأجر بالاجار فلو ان جئنا لرجل يسكنه في بيت مستأجر حرص قول لي فلان غير نافذة دي غير الباب الرئيس بتاع البيت لو سمحت ممكن تخلي الجدار ده يعني اهدمه ووسح هذا المكان عشان يبقى قاعة استقبال كبيرة يقول لك يا عم انت مش واخد بالك ده بيت بالاجار مش بيتي انا بعد مدة ها ينتهي العقد وسلم البيت لصاحبه قول له ليه دي صاحب البيت اللي التمليك وليه فلان انا ارى كمهندس اه وافهم في الهندسة مثلا ابن عم ولا زائر له الباب بتاع البيت ده مش لطيف قول له فعلا نغيره والجدار ده لو تعنيه لا صح نغيره ليه لبيت تمليك الدنيا بيته المستأجر والاخرة بيت تمليك فالناس كنت لها مهتمة بان تغير في البيت المستأجر مع ان بعد شوية هيتسلم يعني لما بنى احد الملوك قصرا والجاب كل المهندسين بتاع المملكة وبنوا قصر يعني قال من اخرج في قصر عيبا وليته كبير وزرائه عمله رئيس وزراء دخل المهندسين والاخصائيين وتلفته في القصر وقالوا يعني لا عيب في هذا القصر دخل رجل امي يتوكع على عصى شيخ كبير ايها الملك من جرم بصفر قصر قصر كيصلح ان يكون جنة الا ان فيه عيبان هل رأيت القصر لا تجولت فيه لا انت مهندس ابدا ازاي فيه عبين قال خراب القصر ولا وبعد حين او موت صاحبه ولا وبعد حين عيب ولا مش عيب يعني انت يومد الايام هيجي ملك الموت ياخد روحك يبقى سبحان الله الانسان الذكي اللي هو بيأسس في بيت التمليك اللي هو فيه على طول ولذلك قالوا لو كانت الدنيا من ذهب فاني ذهب بس يخلص وكانت الاخرة من خزف باقي ها لفضل العاقد الخزف الباقي على الذهب الفاني صح الله يعني انا لو عندي خزف بس باقي والذهب فاني اختار ايه اختار خزف باقي ولكن العاقدة من يختار من يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني فما بالكم وان الاخرة ذهب باقي والدنيا خزف فاني احنا بنختار الخزف الفاني عن الذهب نفس عن الذهب الباقي فالقضية كلها بيت تمليك وبيت ايجار البيت المستأجر هو ده الدنيا يوما ما اسم البيت والعيال يقسم التركة ان كان فيه وده خد الغرفة الفلانية وده خد الجاء البحرية وده خد قطعت الارض وده خد جزء في الشركة فقال علي عندما كان يزور المقابر السلام عليكم يا اهل القبور انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اما اموالكم فقد وزعت ودوركم وقد سكنت وزوجاتكم قد تزوجت هذا خبر ما عندنا ده التقرير اللي عندنا فماذا خبر ما عندكم قالوا يا امير المؤمنين تخاطب جيفا يعني قد نتنتمع قول انت بتخاطب للعظام قالهم لكلامي اشد استماعا منكم ولو قدر لهم ان يردوا لقالوا وتزودوا فان خير ازاد التقوة يعني لا تغدوا معاك في الاخرة سبحان الله التقوة فاين التقوة التي تعمر بها الدار التمليك يعني الربنا قال فيه ايه في مقعد صدق ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر مقعد صدق يعني ايه قال كل المقاعد كاذبة يقول لك ده الرئيس الاسبق ده الوزير الاسبق ده النائب الاسبق ده مش عارف المسؤول الاسبق الامير الاسبق لكن سبحان الله سبحان الله لمدهول لا تستطيع ان تقول ابن تيمية سابقا الاسبق ابو حنيفة الاسبق يقول ابو حنيفة يقول مالك يقول ابن تيمية سبحان الله الناس موتى واهل العلم احياء فانا اقول عمروا الدار التمليك الاخرة ومش خربوا الدنيا لا ومثاغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني عمر بقدر ما ايه ما تسطح الحياة به نسأل الله ان يجعل الاخرة نصب عيوننا وان يجعل ديننا هو اهم شيء ان نهتم به وان لا تكون الدنيا وبال علينا او خسارة لنا نسأل الله الصلاحة في الدنيا والاخرة لا تنسون من صالح دعاياكم السلام عليكم ورحمة الله تحالى وبركاته